شكرا لجيبسي نوبيان حضرتكم بوجودكم معنا داخل السيديو طريته الأجواء وأنا عاشتونا بالأجواء الفنية الغنائية والموسيقية بدي عرفكم على هالشباب الحلوين اللي شفناهم بالتقرير بوسط البلد ورح نتعرف عليهم بدي رحب بالاستاذ محمد دربل وهو عازف جيتار مساء الخير محمد بدي رحب كمان أيضا بمصطفى الحج المطرب صاحب الصوت الجميل مساء الخير وكمان بمحمد عبد الحكيم على الكولة بدي إلا كمان يعطيك ألف عافية نورتونا يا أهلا للحديث تتم أكيد معكم ولكن كمان بداية بدي رحب بالمهندس المعماري وليد سيد مساء الخير وليد وليد وجودك معنا لحتى نحكي عن وسط البلد عن أهمية العمارة فيها عن الهندس المعمارية وغيرها من التفاصيل ولكن بداية كمواطن مصري من وسط البلد كيف رشت نظرك يعني كيف ترى وسط البلد اليوم وسط البلد هي رمز رمز لكل إنسان مصري سواء من ناحية لو هكلم من ناحية المعمارية فهي طبعا من أولا ما أسسها الخديو إسماعيل هي كان تخططها مش مصري فرنساوي بالفعل بس المباني نفسها اتبنت بوسطة مهندسين مصريين نعم كانت على طراز روماني ويوناني في نفس الوقت بيتميز طبعا بالارتفاعات العالية بالنسبة للشواء بالنسبة لحضرتك حتى اللبواب اللبواب مرتفعة جدا نعم ده بيدي فخامة للمبنى وبيدي فخامة للإنترانس وحرك داخل المبنى تحسي أن فيها الضخامة اه بالضبط في فن فن للعمارة مثل ما بنحكي بالفن اللي بينشأ منه عدة أنواع من الموسيقى والغناء أيضا للعمارة فن بالضبط كده الفن ما بيتجزقش يعني العمارة هي أم الفنون استخدام الماتيريال زي ما هم بيستخدموا مثلا في المزيكة العود والناي والجتار إن هم بيجمعهم مع بعض عشان يطلعوا اللحن برضو المهندس المعماري بيحاول يستخدم الماتيريال زي الخرصانة زي المباني زي الإزاز في استخراج منتج صحيح طيعت هذه اللوحة وهالقيمة الفنية الحلوة طيب وليد العمارة الموجودة بوسط البلد إلا شبيه لإلا بمناطق تانية ولا تتميز فيها وسط البلد بحيث ما ممكن نشوف نفس هذا التراز المعماري في مكان آخر هو أطلق على وسط البلد طبعا في الأول باريس يعني باريس على ضفاف النيل تمام بس يعني هي طبعا أكتر منطقة في مصر بيتمركز فيها المباني بالشكل الكلاسيك الروماني بالضخامة دي إنما موجود طبعا في شريعة تحرير في الدقي موجود في زمالك موجود مباني شبيهة كلاسيكية بنفس الشكل بس متمركزة أكتر في منطقة وسط البلد الطبع الروماني طبعا لا غير الطبع المعماري عم بحكي أنا كوسط البلد يعني منشوف فيها الباع الجوالين بكثيفة هل هي المركز الرئيسي للأعمال للبزنس ولا منها تنطلق آه فيه طبعا فيه طبعا استخدام يعني فيه طبعا أسواق في وسط البلد الباع الجائلين طبعا بعد قرارات الحاسمة طبعا بدأ الشكل يتغير تماما بلشت تخف طبعا طبعا بدأ يخف كتير وبدأ طبعا الوضع يبقى أفضل بكتير يعني كان زمان الناس كانت بتستمتع بالماشي في وسط البلد في شوارع وسط البلد بدأت الناس في الفترة الأخيرة بسبب باع الجائلين محدش بيعرف يمشي في الشوارع بالضبط بعد لما حصل القرارات الأخيرة بدأ فعلا يبقى الشوارع أفضل بدأت تحس تقدري تشوفي المبنى حتى كان الأول ما تقدريش تشوفي أي حاجة يعني يعني رجع هذا البريق السياحي لوسط البلد الى حد كبير طبعا الى حد كبير اللي هو فقده يمكن من فترة بسبب كثيفة الباقي على الجوالين فمتل ما عم بكر ما كان عم يقدر السيقح أو المواطن ينزل لا يشوف فسحة إذا بدك من الجمال أكيد أكيد دلوقتي برضو أكيد ما ضع فرق كل حال بوجود كمان الشباب عطيوا هيكي نكهة كمان مختلفة منشوف عم بيغنوا على الطريق وعم شوف تجمع الناس حواليهم فهذه النفحة الموسيقية وتوجدهم بيعطيهم تشابه شوي بين الدول الأوروبية والغربية المنشوفهم بالمدن الكبرى والعواصم الكبرى أدي أنت مع هالفكرة وليد كمان تتطور وتم استثمارها آه ياريت طبعا يعني فيه أمثلة كتير زي قهوة بوريش قهوة ريش مثلا أو قهوة جروبي ده تجمع الفنانين والمؤلفين وبين كل مستويات مين من وسط البلد مين منذكر من المشهورين والمعروفين والله يعني أنا صراحة ما عنديش فكرة بس احنا منعرف أنه في كتير من الكتاب والفنانين وروائيين كمان من وسط البلد يعني فيها مجموعة لبقس يعني فيه فيه إذا بدنا نقول أدمغة آه خرجت من وسط البلد آه يعني احنا فيه مثلا أتذكر عمرتي عقبيان مثلا كان يعني دي حاجة برضو فنية أو ليه علاقة بالفن طلع منبسقة من وسط البلد نعم إنما فنانين صراحة خانا أسأل جيبسي نوبيان مين بتذكره من الفنانين المعروفين من وسط البلد عندكم فكرة طبعا فيه فرق يعني زي وسط البلد حتى سموها باسم المكان نفسه باسم وسط البلد فيه فرق اسمها عشرة بلدي فيه بلاك تيما فيه تحبيش يعني فرق كتيرة أنشأت من وسط البلد يعني طبعا وسط البلد من نسبنا يعني تاريخ يعني أنا بحب أن أنا أنزل وسط البلد عشان أشوف الناس وتشوف كمان هالناس وتتعاطى معهم عن كثب كمان بيعطي زخم أكتر لأعمالكم ومشوف نكون إدي عم بتغنوا بيفرح وتعسوا بيفرح إحنا بنحس كده وسط البلد دي العيلة بتاعتنا بيتنا بيتنا الكبير يعني التنفيذ بتاعنا وسط البلد شكرا لإلكم يعطيكم ألف عافية إن شاء الله الله يفرجه على الجميع وبكرة يكون غد أفضل أوليد وسط البلد أحلى أحلى شباب بيفسي نوفيا خلص أكيد بيت على فكرة هو المؤسس الفريق بتاعنا محمد دربل هو الملسك الفريق كله يعطيك ألف عافية محمد كيف خطرت الفكرة؟ دعني أفضل فكرة خطرت من زمان أنا ببالي الفكرة أنا سوريا أساساً رجعت مصر 2009-2010 وتعبرت مصطفى وعملنا للفرقة دي بقالنا سنتين بس الحمد لله يعني فاكرة برضو تقيت من وسط البلد انت عرفت عم مصطفى في وسط البلد كان على اسر النيف رم تغني مع بعض كده ولم الشمل ولم الشمل طبعا طبعا محمد بتعزف على الكولا الكولا هي كمان آلة تراثية فينا نقول المصرية صحية قريبة من الناي شبيهة لقيلة الناي هو الحقيقة الكولا والناي من خامة واحدة من خامة واحدة وتقريبا فيه ناس كتير او متقدرش التفرق بينهم التفرق بينهم بس بس في الصوت في الأحساس اللي بيسمع ناي او غوي ناي يسمع ناي ممكن لو سمع كولا يقول الي الصوت الناي الحلو ده فالصوت الناي الحلو ده بيبقى كولا الفرق بينها وبن الناي είναι صوتها ده في شوية وفيها احساس وفيها شجم اكتر من الناي شوية صوت ال mening نكلمت في الموضوع ده قبل كده في حلقة وكنت شرحت الفرق بين الناي والكاولا الاتنين معمولين من غياب زي ما هم زي بعض بس فيه فرق في العقل دي تسعة مثلا والتانية بتبقى أربع عقل اللي هيكاولا فالكاولا بتبقى أدخن شوية من الناي المهم بيعطوا نفس الأحساس والشجن هما الاتنين الشجن صح الشجن وهيدا الأحساس الحلو رح نرجع لكم ختاما بأغنية أنا اخترتها على زوء أنا رح نسمعها بعد شوية قبل ما ننتقل عندهم وليد بأنه عم نحكي عن وص البلد برأيك النيس المصريين أو الشعب المصري قادر يقدر قيمة وص البلد عارف قيمته فيه فيه نسبة كبيرة طبعا مقدرة وكان نفسها من زمان يحصل إزالة للباع الجائلين وكان فيه نسبة طبعا مش مقدرة اللي هم أهملوا التراث وأهملوا المباني سواء من ترميم سواء من دهانات بوازة التراث سواء من زخارف ساعة تشوفي زخارف في وسط البلد ناس أزلوها أزلوها يعني ما هتمموش بيها وده طبعا أثر على التراث المعماري فيها ونتمنى يبقى كل الناس طبعا يا رب وترجع لهيبتها وترجع لأهميتها أكيد إن شاء الله ترجع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر